انا مريد بالإبداع فعلا ما شاء الله يعني انا حابب ببقى فيه بنا تواصل اكتر من كده ولو اخدتوا بالكو فانا بقرأ كل الكومنتات كيش كلهم بروش الحمد لله اه مش هعرف رد عليهم كلهم بس لو في حاجة تستاهي ارد عليها برد عليها بس بقرأ كل حال عملت بوست على الكمونيتي بتاع اليوتيوب والحمد لله خلال 11 ساعة تقريبا عمل 250 كومنت تقريبا فهبدأ ارى الكومنتات واجاوب عليها واحدة واحدة تعامل؟ حس انه فياس محبش القطة تخد بالك حس انها محاجة مقارفة مش هعرف ليه دي سنو ماي كات سنو وايت في اسئلة كده قوي قوي قررت وانا اصلا مجاوب عليها في الديسكريبشن بتاع كل فيديو كاتب فيها الحاجات دي فيه خليني اقرأ يكون الديسكريبشن عشان نبقى يعني في نفس الصورة يعني الديسكريبشن بيقول ايه يعني هو فيه حاجة كدير في الديسكريبشن بس الحتة عايز اتكلم فيها الاسم بالكامل اسمي عمر الشريف عادل محمد فهمي مرد عمر بتاعي انا مهيد 94 يعني حاليا عندي 24 ونص حلو النص دي كريتف تخصص بتاع ميكاترونيكس مهندس ميكاترونيكس الكاميرا اللي بصور بها اللي هي دي كانون 80 دي عندي كاميرا تانية كانون جي 7x اسف بايزة وبصور دي دي كاميرت واحد صعبي اسمه مازن عرفات سوني الفا صح؟ اوه سكس تاوزند سكس تاوزند بس تعم برمج المنتاج ادوي بريمير اه مرتبط ايوه اري فتحة الحمدلله حبي الله ياري فيك والفاصيل الدمي اوبلس لو حصل حادثة في الشارع ولا حاجة بحد يعرف انا اوبلس يعني فهتناولي على ايه الفترة الجاية امني مستقبل مشرق ان شاء الله ده هيوفر كتير قوي علينا دمامني ايه يعني اسئلة دي منها كتير تمام اه ده الملخص كل حاجة فانت لو كنت حضرتك فتحت ايه ديسكريبشن وقالت اللي فيه كنت وفرت كتير جدا جدا لاخد بقى المهم احمد جيمر اكتر اكلة بتحبها والله هي اكتر اكلة بستريح فيها جدا بستريح فيها ايه يعني اوبلس بحبها كلها كتير قوي وما بزاقش منها هي الملوخية يعني ممكن اكون ملوخية كل يوم تقريبا ما بزاقش فدي اكتر 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 اكلة بحبها يحيي براكات عندك كم سنة وهل متجوز جاوبت فلأ انا مش متجوز لسه اصفحها غريبة موضوع اسئلة الجواز وانت مرتبط دي تكررت جدا قوي انا عملت قبل كده حاجات لل يعني كيو ان دي ايه فاهم مثل دي اول مرة الاقي كمية الانت متجوز انت مرتبط تتجوز مفاهم اللي هو في ايه 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 انا انا قاري فتح اكتر مكان نفسها تأكل منه كل يوم لا بازهق دع ادم عاطف بازهق انا محبش أكل في مكان كل يوم محبه غير ايه لو يعني بياني مدخية حدوة كل يوم الام اكل الام بيت وش اه يعني ممكن تبليل اجابة عنده امي اه ممكن عنده امي عمر ياسر عندك مشروع بتخططله ولا هتكمل يوتيوب بس يعني انا لسه بدور على مشروع اعمله مش عارف ابدأ اي حاجة بسبب ان انا لسه فطور يعني ايه وقتي كله مش ملكي فانا بروح الجيش وباخل اجازة بروح الجيش وراء اجازة فاقيمة الجيش ده انا ما بعرفش اعمل اي حاجة فانا وهفتح مشروع خاص بي وانا عندي جيش الموضوع هيموت فمحتاج الوقت تيه بقى كله ملكي عشان عارف اقوم مشروع بتاعي فمن ثاني بتخلص الجيش نفسك توصل كم مشترك عشرة مليون بوم فاهم ده مره مره لسه اصلا قدش خمسين الف فاهم ده لسه هجيدي سهبيب خمسين الف فاهم لعشرة مليون وانا فاعل نفسك لعشرة مليون ما فكرتش انزل الشرقية خالص عليت ممطي اسلام الشرقية رحتها كزمر حلو ادهم ايه الاسامي دي ادهم ايه ادهم هو ادهم كم عمرك مع اي بيد وم اي محافظة وم حلمك في اليوتيوب ماذا كنت عمل فيديو moving video لا نحتمل فيديو اتمنى التشave اكتريت وانا 40 نننننر او وفاكتوا هل عندك اخوات وا كال مع عمرهم وما هجيوك في الحياة و كال تاخد فلوس من اليوتيوب و وكال Latvr tej وهلأ انت متجوزا فاكت Nerd كنت اكل الانه وتقول رieux كان اسمائلي سأب الادام اووووووووووووووووو سؤال أنت مهاجئة حقيقس عني الأسئلة دي محسسة أسئلة ارتباط أكتر فاهم؟ إنه هو انتبست نشي هتاكل إيه؟ عنا كم إخوات بتحب يدعم إيه في الظهر فاهم؟ حسن فيها لتجوز أنا خاطبت بسألتش حاجات دي هنجابع حاجات الأدهم دي أدها وإحنا جايين للف الأدهم في الطريق بص هنجيلك بص هنجيلك بص هنجيلك هل مجال عمل في هندس الميكاترونيكس مربح في مصر وأي دولة يوجد بها فرص عمل لهذا المجال؟ محمد حسان أنا مش عارفش ميكاترونيكس ليه مجال عمل ولا أو أنا لسه أنا متخرجي ميكاترونيكس بس لسه ماشتغلتش في السوق بتاع ميكاترونيكس ومقدرش أجزم أقولك مربح ولا ألا لحد ما اشتغل بنفسي وكلش في إنه هو فاشل وأقولك إنه هو فاشل بجده ما جده ما عارفش أنا هنعرف هنعرف أو ما هعرف أقولك عطو مستر دي شاغ أنت همريض بالإبداع صح يا عمر؟ ده سؤال يا ريت جاو أنا مريض بالإبداع فعلا لسه وقت حضيت مرضات إبداع أنا مش عارف إيه إنه مصابقة للمريض إبداع إيه ده؟ مرضات هادي مرضات مرضات للصدقات شفت شفت السينبا جليد؟ جيد conveيه نرجع الأمر سوف نرجع لكلامة للأخر أنا أتمنيтя بيكونش مريض بالإبداع ها كانا كم ببداع بس طوية يعني الحمد لله اهمز اهمس 2001 اهمس لا اهمس ايه اهمس 2001 انت اما كنت في المدرسة هل انت كنت في مصر او بره ولو كنت بره ازاي قدمت في الجامعة كنت بدخصة بره لمصر الحمدلله فرض لونها ما يعني و ازاي قدمت في الجامعة قدمت في التنسيق العالم عادي يعني مش عارف العجابة هلا قدمت في التنسيق عمر الزويل امتى هينزل اول فيديو ورايب ان شاء الله هيبقى لك احمد عبدالجليل احكي عن حياتك اللي جاي و اللي فات هحكي له وقول له ايه انا عامل فيلوج رقم مية كلمت فيه عن الكم سنة اللي فاتوا دول ممكن تتفرج عن ايه فيلوج رقم مية عندي في القناة تشوفوا اه مصطفى نوع ايه بعد الجيش كل خير حيبقى لبي احمد اشرف ازاي عملت الفيديو مع كريم الى في انجلترا وليه قلمني وقالي الفكرة بتاعته وصورتها وبعتها له وليه عشان هو انا هو صحاب بنا فترة وميتعي 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 على اليوتيوب زياد محمد ازاي ممكن اكون بعمل اليوتيوب وفهناس في الوقت انظم حياتي انا في السنوية عامة دي وقت ومش عارف اه ايه ومش عارف ازبطها والله عم زياد اه يعني خلص السنوية عامة بعد كده بانياسة تفرج في اليوتيوب اتفرج ان ممكن تفرج شواء صغيرين بعد كده ينا بقى اسمية عامة اعمل القناة انا شايف ايه يوسف امير انت جبت كان في اسمه عامة بالزبط جب بمعادل مصري 96 ونص موهي الدين في موهي كاتل باسمه موهي الدين موهي اكتر فيديو انت حاسيت انك تعبت فيه وياريت تقول اسمي موهي ماشي يا موهي مره كمان كده موهي قولي موهي تاني كده فيديوهات قلت هتلقى بتاع فيها جدا 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 بشكل مش طبيعي اكتر من الفلوجات بكتير جدا انت كنت في مدرسة ايه وانت صغير ادم نبيل كنت في بوبل انصاري والامام علي واحد مدرسة الحياة ايه مدرسة الحياة دي اه فيه انت سويا كده المدرسة الحياة فاهم في الفيسبوك قلت مدرسة الحياة بجد اصلا لاخر انت كنتش تعرف انت كنتش تعرف لا مدرسة الحياة دي كلنا فيه الشريف فريد حاسس اتجاه مستقبل قناتك يعني حاسس انك عايز تستمر في الموضوع ولا شايف ان ليها شوية وقت او مرحوضة وهتنب في اليوتيوب ولا لسه مش عارف لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكامل في القناة وان شاء الله مش هبطل حتى لو هبطل فيديوات اكل يعني لو يعني بس مش هبطل يوتيوب ان شاء الله خالص نور إسلام ايه مستقبل القناة والترطة هل هتبقى نفس المحتوى اللي ممكن تتغيره لا القناة مليهاش محتوى يعني ثابت انا بعمل حياة كتيرة جدا بس كلها بتعبر عني او كلها حاجة انا بحب اعملها سواء الاكل او غيره فعادي ممكن يتغير عبدالعزيز الهنفي 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 عبدالعزيز اكتبوا اسمكم العربي يعني اكتبوا بالانجليز لو هي تعفتت ايلي صح لو سهل لا بس تكون غريبة اكيدا انا مش عارف غراه جبت كم في اختبار القدرات جبت اعلى حاجة دريبة 94% تقريبا لا اختبار القدرات ده بيبقى الاختبار غير اسم مع اسم ما يعمل في السعودية ردوة رفعت عندك اخوات وكما اعمارهم بتشتغل ايه ماطم محاطك معلش دولة بس عشان انا مش عارف اسأل ايه تاني بيس ردوة انا اضربت جابت على ردو اسم اخوات اصغر مني اذا وعنس عارف اعمارهم في اما اصغر مني باشتغل ايه في الجيش حاليا لسه ماشتغلش طموحاتي اه خليها للا ممكن تقولهم ان مش عايزة اتكلم عن طموحاتي و انا مشكلة انا دماغي فيها مئة الف حاجة فكلا انا مش عارف ارتبها دلوقتي بخصصة انا لسه مش عارف امشي في اي حاجة و كل شوية اهدافي في التغير فاهم بس في حاجة كبيرة ان شاء الله جاية ده انا متأكد منه في حاجة كبيرة اوي جاية محب محب انت عندك كم سنة و جامعة ايه كنت في اجدان البحرية للموت كونوجيا و عند 24 سنوص مازن محمود هو انت عسل جدا ليه ما انا خليك عمازل جدا فاهم جدا ليه جدا ليه فاطمة ايه اهدافك في الحياة عموما انه بعد 20 سنة خصوصا و ازاي بتحقق اهدافك و بتعقب نفسك ازاي و ازاي بتكفائها و اطلب ازب البليارد وبينج عجبتنا اوز ازاي بتعقب نفسك ازاي بتعقب نفسك دي جي سكيوت انه كل ده هتجي تقعد هنا عملا تلف تلف تشتلوق هنا فاهم يعني نفسي بجد لو قلنا مثلا موضوع الطموحات والاهداف نفسي عندي شركة او شغل خاص بي بتاعنا و انا بديره و انا بكبره و مشرف عليه ايه هو و ايه لما دمحه لسه في افكار كتير جدا مش هنفع اتكلم عنها اصلا بس هنفع حاجة شبه كده ان شاء الله رؤوف احكينا عن تالت سنوي انا انا عمل فيديو اسمه سنوية عامة اتفرج عليه في القناة هنا احمد عبدالله ازاي بتاكل كميات دي و امتتخنش لا الصراحة او انا في زق تفاهم انا بدو الاكل مش باكله يعني ما بخلصش كل اللي بجاي ده باكله عبوك انا يعني ممكن اكله انا وصحاوي ممكن اكله على خمس اربعة ايام ف يعني كل ينسوا تفتكر انا باجي باجي باكده وبخلصه قدام الكاميرا لا ما بخلصوش ولا حتى ورا الكاميرا فعنا في استوديونا بعدين بخلصوش بعدين بعدين شبه اتفكك دينامت معنا ترجع تاني فتحتنا فتحتنا عمر الشريف ايه رأيك في موضوع الارتباط الله جميل عظيم جميل 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 عمر قتاكو خالد لم تتكلمش انا انمي في قناتك عشان يعني انا بحبي انمي جدا 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 مجاليش فرصة اتكلم عنه بشكل كويس وايه الانمي ده انا اسم الكارتون الياباني اليابانيين بعملوا كارتون وهم اسموا انمي وانمي دو اسمر لو الحرام اصبح حلال يوم واحد هتعمل ايه يريد تجاوب انا اسم دينار ويترقش على اسمي نقم انا مش ترق اسمها اسمها مش وحيش دينار عادي لو الحرام اصبح حلال هعمل ايه ما دقتش فيه حاجة حاني حتى لو فيه حاجة انا هقولها ساعت كتير اكيد مش اقول كده يعني فهم يعني اكيد مش اقول بص مش فهم اصلا لو ربنا يعني سهلة حاجة درجالنا في الحلال ليه تروح للحرام بتاكة اكتشرب تتجوز فلوس تاخد فلوس كل دي ليه طرق حلال فهم ليه روح للطرق الحرام حتى طريق الحلال ده صعب شوية او صعب شوية انتهت اربعة عشرة فهم بس اكيد ان انت هتستريع في حال اكتر في الدنيا واخر واكيد هتلاقي الموضوع الحلال اصعب شوية في الدنيا عشان فيه في الاخر المنكفئة اللي هو الجنة سؤال الزكي انتفقن يعني شغال كريم بيقول ايه قصة خطبتك وانت وانت فين دفع من خدمة العسكرية مش هنفع كلمة عن ايها في الجيش خالص دلوقتي بس بالنسبة للخطوبة يعني ديها قصة حلوة عايز احكيها يعني بس مش دلوقتي يعني عايز الموضوع يكمل وعلى خيره ان شاء الله يعني ويبقى ليه ليه حاجة كده عرفة كلمة عنها بجد يعني بس هي ان شاء الله تبقص حلوة جدا انا متأكد كده ان شاء الله عحمد عامر ناوي تشتغل في مجال الهندسة ولا لأ وشايف ان الهندسة تستاهل تعبها في الزمن ده ولا لأ منتظر اجابتك انا خايف اجاوب بس باجابات صادمة شوية بلاش فكك من السؤال علشان برضو هندسة بالنسبة لجل هندسة بالنسبة لحد الاسئلة دي بتبقى يعني مصيرية وانا منفعش اسوح ناس تانية كتير يعني ممكن تبقى مثلا مناسبة بالنسبة لي مش هزا بالنسبة لك والعكس فصعب انا اقولك اه مناسبة ومش مناسبة الكلام بالنسبة لي فانا ممكن اشوف طرق تانية غير هندسة لو متاح ليه هنا في الوضع الحالي مش مش عشان هي وحشة نور محمد انت عايش لوحدك ليه اه 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 احشن بر اه 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 احشن برار ااصر نوني ناصر او نوني ناصر لو كان لك فوس كثير هتعمل ايه وممكن تسيب القناة اوى ان تسف Nerd قات مضاع وبيت وعربية واكل وكوزة اربعة اه تتفكر كت موضوع كوزة اربعة ده كت جدا لا لا هي واحدة كفاية ده واحدة كفاية يعني انا معرفش انا شايف ان واحدة كفاية بس ممكن لما ادخل في الموضوع ده ايه الموضوع غير كده ماساب انا مبسوط فاللقاء بقتدي مااذا لو معي فلوس كتير بي손 تسيب القناة لا مش سيب القناة طبعا خلص مش سيب القناة سامال خارج لو كنت غير مرئ اليوم واحدة تعمل ايه والكلام ده مفعش يجو بابلك فاهم يعني اللي مش لقي انا بس لاي حد لوجه يقولك على حيات تفكر فيه قبلان منهم بس ايوة ايوة يا ابني انا في حاجات الكلام تطلع تقول عنا انا نفسي اما كن مش شايفني اعمل مش عرف ايه ايه باش تقولي الكلام ده. ايه. 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 ايه حاجات مفاعلش يارفوا عنها. انا برضو مش محطة انك تقولهم انك مرتبط. انت اصلا مش معانا انا مرتبط? لا. ليه? كده كده انت مرتبط تمام? بس في حتة انت انت مش هتجاوب عنها. طب هي ممكن تزعل خطبتي انه انا بقولش انا مرتبط. طب هي من حقها الناس تعرف ان انا مرتبط. تمام بس انت مولتش لا. مرتش او. ايه. كل ده يعني مش مسلا سؤال عابر. ده نص اسئلة انت مرتبط ومش مرتبط وبتحب تاكل ايه? فانك تعمل ايه تقول لا لا اصلاح ما بحتة لازم ما رفوهاش او كده. اللي هو. مش هحاس ان انك ممكن تتحجج ان ان دي جدا. يعني ايه ممكن تخدها من طريق ان انت ايه مش عايز تتلهم على الحاجة اللي لسه ما تمتش علشان ما تبصش. في ناس يعني بيتفرقوا عليك علشان كده. علشان ايه كده ايه. علشان اللي هو ايه اه عمر از دوان يعني ايه? فانت ام انت مش مش عايزهم يبطلوا ويتفرجوا عليك بس انت في النفس الوقت انت مش يعني دي دي برايبسي ممكن تحس ان هي برايبسي. الا اول مرة فان انا زوان. عامر بقى. عامر بقى. عامر بقى. عامر المحتوى عامر بالكجاب يعني حياته. حياته الشخصية كل حاجة حياته ايوة. فطبيعي جدا انت تقول لهم على. حازم لما جاء. لما جاء لها لها ايه. ايه. في فلوغ فرحوا نفسه. ايه بس ما كان فينه وكان لعبي كان بيقابل خاطبتو ويقابل مراتو. ايه في الفلوغات. اه? واعيل لهم. اه? انا وكنتش عالي. يعني كان قاير يا. ده شعر دي مشكلتك. موجوده مش عارفيه وانا قاير اصلا. دوس انا بقى احاول هالك ده بقى. ايه فيه ناس بتفرجوا عليك علشان الموضادة. موضادة الاقتراض. ايه. ايه. انا ممكن بعد الفيديو ده انا ممكن يقولك ايه ده ده مرتبط ان اندور على واحد. يعني هما يعني يعني يعني. يروح مسلا العمر الراضي. يعني ثانية واحدة ثانية. يا بنت يا بس في كلام مهمة دلوقتي. يعني ايدي. يعني لو فيه بنت بتتفرج. وعلى كلامك انت شايفاني دوان. اه. تمام. وعنفسنا يعني. هي بتخيلها مسلا لو انا مش مرتبط هتتفرج علي عادي. وعادي كده لما انا مش لما انا بقى مرتبط مش هتتفرج علي. اه. يعني في دماغها مسلا تقعد تشوفني كتير وانا مش مرتبط. ايه. عشان هيجي يوم واتشوفني وارتبط بيها مثلا يعني. لا. اه. اما ليه. حبيب يعني انت الناس اللي اللي بتشوفهم على التلفزيون ايه ده. واو مش عارفين. ايه تفتك انك هتروح لهم مسلا الامريكا تروح ترتبط بهم. لا. هو بس اللي هو ايه حاجة كده سينيماتيك هو اصلا احتمال لو البنات دي شافتك ممكن يهم عليهم فاني مش هايني يلني. فاني. انا انا مش شايف ده اصلا. انا مش شايف ده اصلا خالص. انت ما يفعش تشوفه عشان انت ولا. لا يعني ما انت شايفه وانت ايه. يلني علشان الموضوع ده تقلي من بنت. قلت لك ايه? ان الموضوع ده استنى انت بس على جنب. انهم لما بيتفرغ عليك مش بيتفرغ عليك كده اللي هو ايه? الله عبر سبيل اه. اتعلم ديله حسنا. لا. انا ما بيتفرغ عليك اللي هو الله شخصيته حلوة جدا. انت حاجيني بالحصان يجي يخطفني فاني. حاجة كده. اللي هو بجد في بناد طالب. بدأ ما تفكاش ده كده على الحصان. دي بص دي حاجة اللي هو بيقمش في بيت كله يقوله عام. فانت قولنا ما تقولهم. هل في ناس كده اصلا? انا مش متخيل فيه اصلا في ناس كده. او ما هيسألوك ليه فاني انا ليه اطلع بره ده باقس كده. او انت مرتبط. هيكون عايز يعرف ايه. طيما بس في معظم الناس اسألين 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 ايه دي ولاد اصلا. وعاست قولي دي بقى بانات من اكاونتاب ولاد. فيه بانات سألين اه بس فيه ولاد سألين برضو. لا لا فيه ولاد سألين اكيبا ده برا عنه. او ممكن يبقى فضول يعني هو نفس يعرف الشخص ده مسلا فيه حد في حياته ولا اه ممكن مسلا بيدل مسلا على النطج او بيدل مسلا على التمييز. بص اخنا نسيرهم وضعوا ليهم هما. اللي يقولوا اهل ينفع عام كان قال كده وما قالش كده وهما ليه بيسألوا اسألوك دي اصلا? سواء كم ده من كنتم. ميمو جيمر تابعين ميمو جيمر. لو الجواز تسيبها تسيب اليوتيوب يعني بص هما حتى ربطين الجواز اي انا شايف ان الموضوع ده مسلا زي ده كده. ان هو ربط مسلا ان الجواز ده ممكن ان تغير يسيب اليوتيوب اصلا او يغير حياتك بالكامل او 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 الاخيرين. لا امش سيبه اليوتيوب ما تخافش. بمعناء حاجة مصرية في حيات البني ادم. ايو هاتين يعرفوا بني ادم ده راح فين? خصصا ان هو ان هو بقى بابلك لناس كتير. مش مبقاش مشهور قوي بس بقى بابلك لناس كتير. فاهم اصلي? بتشجع كروه ولقه ما بشجعش لقه. جو بليو. عبد الرحمن محمد بلاير. هما كلهم بلاير او جيمر مش عالف في ايه. متجوزوا ولقه. شايف? تاني. واحد اسمه كريم جداوي. كم وزنك و كم طولك و هلأ انت متخلف? وزني و طولك و هلأ انت متخلف. هادن متخلف على اي سند الوسيري مثلين? يرودي безthletش هادان انت متخلف على اي سند الوسيريو و متخلف على انت مبدل ايه ده مش هادر. بضل ايه ده? مبدل ايه ده. تنزل يأتي كتير جدا مش هاخلّصهم يعني ايه ده? ايه كل اسئلة دي? عد السائل علي انا هترقفل هنا واحد كتبلي ايه هو مشار انت مكفكّل نفسك مشهور يا حبيبي اسئلة على ايه وبتاع ايه هو مش موضوع مشهور مش شرط ان انت خلينا تسألك وتتفاعل معه ان انت مشهور خالص وانت شايفه ان هو مش مشهور يا عم وهذا ما بيتم متخاشي اشتسل تفرج ان خلاص خلاص فرق المن بايه في نهاية الفيديو أحب أقول الأسئلة كتير جدا 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 مش رحنا إذا أخلصها ممكن نعمل فيديوهات تانية أسئلة بشكل مختلف بعيدا عن الارتباط والسن والحاجات دي أتمنى الفيديو كون عجبكم ولطيف كده في فيديوهات جتيرة جاية غير الأكل يعني في أكل جاي وفي غير أكل جاي إن شاء الله بحاجات حلوة كلها في حاجة بس في أخي كنت أخد رأيكم فيها كنت أعاد أسمي موضوع الأكل ده في فيديوهات الأكل كنت أسميها اسم يعني أسميه اسم برنامج فأنا كان عندي اختراح أن أسميه هم الهم رأيكم يعني هل عندكم أسماء تانية للشو ده أو البرنامج ده؟ هي برنامج بقى يعني بدا ما أسميه أحسن حاجة وخلاص من نعرض فيه الأكل بشكل عام فلو عجبكم الاسم قلولي لو عندكم أسامي تانية قلولي برضو أنا أبصوك جدا بالموضوع ده بس كده كان معكم عمر الشريف مين قاية عمر الشريف وسلام كان معكم مرسلكم نادر سيف الدين فلسطين